في إطار تنفيذ ذوكيهات القيادة السياسية بالعمل على تحقيق التنمية الشاملة بسيناء شهدت الذكرى الأربعين لتحرير سيناء افتتاح العديد من المشروعات بمدينة النخل بمحافظة شمال سيناء يوم حافل بالإنجازات على أرض الفيروز احتفالا بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء حيث كانت مدينة النخل على موعد مع افتتاحات العديد من المشروعات التي جاء على رأسها تسليم عقود التجمعات التنموية على المستحقين والتي تشمل خمسة أفدنة ومنزل على مساحة 200 متر مربع بهدف التعمير والزراعة على أرض سيناء وسط فرحة كبيرة من الأهالي على اهتمام الدولة بهم وبالتنمية على أرض سيناء إن شاء الله الناس هتستلم العود بتاعتها وإن شاء الله بعد العيد حييجهم عشان خاطر يبدأوا العمل الجاد والمخلص وأنا بأكد على جميع الإخوة اللي حالفهم الحظ وطلع لهم قطعة من الأرض أنه يكتهد ويجد الخمس أفدنة والبيت ده حلم وكنا نستنينه من زمان وده مشروع حكوم إن شاء الله ينجح بنسبة 100% إن شاء الله إن شاء الله يعني كان في نصيبه إذن الله يا رب هنا النهاردة الله هو أكبر كل الناس البشاشة والطمأنينة وكل الفرح والسعادة ظهرت على وشهم وربنا سبحانه وتعالى يكلل مجهود الناس دي كلها وفعلا يحولوا زي ما عهد المحافظ السيناء ويعهد السيد الرئيس الجمهورية يحولوا سيناء إن شاء الله من صحراء إلى أرض خضراء جنة بإذن الله خضراء بيد المصريين وبسواعدهم ويعني دي حاجة عظيمة قوي إحنا جينا هنا شوفنا بيوت وشوفنا حاجات جميلة قوي والبيت جميل يعني فيه خلق دخلت البيوت بقى تزغرت ما بقولها خلق دخلت البيوت بقى تزغرت يعني من الحاجات الحلوة اللي في البيت اللي معمولة يعني إحنا من عرش نعمل مشروع جميل وناجح ودخلنا البيوت حلوة وحاجة ما كناش نحلم به وشكرا للسيد الرئيس وربنا يخلي لنا ويخلي المصر تواصلت الإنجازات بافتتاح المدرسة الثانوية الصناعية بمدينة النخل على مساحة عشرة ألاف متر مربع وبتكلفة بلغت أكثر من خمسة عشر مليون جنيه على أحدث تراز وبها كل الخدمات بهدف استحداث نوعية تعليم بهذه المنطقة التي ظلت محرومة من التعليم الصناعي افتح مخرج من عدد عشر مدارس جداد وعدد كبير من وضع حاجة الأساس النهاردة عندنا مدرسة نخل الصناعية المدرسة اللي بتقدم عبارة عن مجموعة من التخصصات الجديدة الحديثة ومطلوبة في المحافظة الشام مرسينة منها حاجات جديدة ان شاء الله استنفتحها لأول مرة زي تصنيع الرخام زي الخلايا الضوئية وفيه أقصام متكررة موجودة السيارات ان شاء الله الزخرافة الكهرباء العمارة والنجارة للتوريد والتركيب وخلال جولة الافتتاحات تم افتتاح مشروع إنشاء خمسة وعشرين منزلا بدويا بتكلفة بلغت أكثر من تسعة ملايين جنيه على مساحة مائة وعشرين متر مربع للمنزل بالإضافة لافتتاح سد أم البارد وذلك تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية بالعمل على تحقيق التنمية الشاملة بسيناء محمود جميل التلفزيون المصري